في الصورة بصمة محفورة في ذاكرة العراقي حتى وإن نسيها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما آنذاك الذي أعلن في خطابه في الحادي والثلاثين من آب عام 2010 انسحاب القوات الأمريكية من العراق في الصورة أيضا حلم رئيس أمريكي حالي قد تحقق فيما لم يتحقق بعد حلم العراقيين في استقرار أمني أو سيادة كاملة وما بين رئيسين أمريكيين 12 عاما ظل الجدل الدائر على امتدادها عنوان حديث الشارع السياسي والشعبي في بغداد حول حقيقة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد تذهب قناعة طيف سياسي بأن أمريكا لم تسحب كامل جيشها إذ تبحث عن تحقيق مصالحها المتمثلة في تصفية الحسابات مع إيران عدوها اللذود إضافة لما تؤكده في خطاباتها الرسمية بوجودها الدبلوماسي لدعم حكومات العراق واستقرار البلد وعلى هذا صار الإطار الاستراتيجي والذي تحول لحوار في السنوات الأخيرة صار الحوار قصة غير مقنعة للسان حزبيين وسياسيين مؤكدين أنها حوارات لا تمت للواقع بصلة من حيث الوجود الأمريكي عسكريا والذي ظهر مرارا وجديده في أحد شوارع تكريت وللإجابة عن تساؤل ما هي تستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق من عدمه يبدد خبراء المشهد العراقي فرضية انسحاب أمريكا العسكري مدعين تناقض خطاب واشنطن الرسمي الذي ينفي وجود أمريكا العسكري فيما يؤكد على استمرار مواجهة إيران وميليشياتها في العراق وتلك تحركات يدعمها معيدون لدفع اليد الإيرانية عن التدخل في الشأن الداخلي إلا أنه مبرر يرى مراقبون استخدام أمريكا له لاستمرار التدخل في الشأن العراقي أو كما يقولون في المحصلة ثمت أحجية مفقود حلها في شواهد كثيرة يعمقها عراقيون بتأكيد الوجود العسكري الأجنبي تارة وتبرهنها الصورة على الأرض تارات أخرى اشتركوا في القناة